تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة خاصة محور الفريق كمال عامر الذي يعد شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة وهو المحور العرضي الذي يمر في المحافظة من جنوبها حتى شمالها ليربط بين طريقي الدائر المنيب والدائر الوراق ومحور أحمد عرابي في ضوء تطوير محاور وطرق الجيزة وربطها بمحطة بشتيل وتقع محطة بشتيل التبادلية في منطقة وسط بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكذلك لكونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة متر الأنفاق، مونوريل، خطوط أوتوبيسات ترددية وسائل النقل الجماعي ويعد محور الفريق كمال عامر شريانا جديدا داخل محافظة الجيزة مشروع فندم بيبدأ من دائر المنيب جنوبا لدائر الوراق شمالا 12 كيلو فندم خلاف المطالع والمنازل حوالي 3 كيلو فندم إلي amazon نقم بيزار ليوروبوا منطقة الامرانيين والعمرانية كل منطقة الامرانيين والخطوط يعد بعد كيلو سيادتك على فندم على الشري الهرم بعد الشري الهرم بيعد على الشرع فيصل سيادتك يا فندم ثم على محور صفتي اللبن جمعة كاهيرة خصوات بنروح الدايري سيادتك محوا جمع الدول العربية مطالع ومنازل بيعدي بعد كده سيادة كفندم على محور 26 يوليو قبل محور 26 يوليو وفندم احنا نسأنا مع الهيئة لانتسايا القوات المسلحة ووزارة النقل عشان محاطة بشتيل ومحور احمد غرابي الجزيرة فندم بيربط بعد كده سيادة كفندم مع البراجيل باللوبات والمنازل وبيربط بعد كده سيادة كفندم على الوراء الشمالا طول المحور فندم 12 كيلو 3 كيلو مطالع ومنازل موازن شرع السودان وموازن شرع النيل رفع كسافة ما حيرفع ان شاء الله بإذن الله كسافة مريم على شرع السودان وشارع النيل بالنسبة كبيرة جدا لان كل قائد السيارات اللي تلعين على المحور نقوة اللي بيسلاكوا شرع السودان يا فندم وبيسلاكوا شرع النيل حيختصروا الطريق ويطلعوا على المحور تفتكر الكسافة اللي موجودة على الطريق ده لما ان شاء الله افتتحوا يا تبقى تفتكر قديم في اليوم حتبقى يا فندم حوالي 15 ألف سيارة من الساعة فندم في المحور ده فندم اشتغلت 24 ساعة شغلنا حوالي 50 ألف مهني مهندس عامل حرفي اشتغلوا في المحور كمان يا فندم في حاجة جميلة أول عمز في المحور حسب التوجات سيادتك إن احنا أصلاً أي مشروع بنشتغل فيه احنا بنرفع كل المرافق الموجودة وبنعمل مرافق جديد لأن المرافق اللي كان موجود هنا سيادتك كانت مرافق قديمة جداً ومتهالك فاحنا حدثنا ورفعنا وجددنا وكل حاجة تماماً فندم كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور أحمد عرابي الذي يربط بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابي بطول 11 كم وعرض ستة حارات مرورية لكل اتجاه كما تم ربط محور أحمد عرابي بالطريق الدائري ومحور كمال عمر ليكون بذلك محوراً بديلاً يحل مشكلة التكدس المروري المتزايد على محور الـ 26 من يوليو من الطريق الدائري حتى ميدان لبنان وميدان سفينكس بالمهندسين أنا بس عايز أقول إيه؟ فضل ريلا نرجع على الكسافة المرورية لأنت حلت المسألة لها هنا تمام نفتكر إحنا حجم 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 التجمعات السكنية اللي موجودة سواء كان على المحور كمال عمر أو أحمد عرابي حجمة دي مليون دي مليون أقول لكم الكلام ده مش عشانا كده أحمد أنا أقول لكم الكلام ده عشان إحنا عايزين ننسب عارفة إنه ما كانش فيه خيارات تانية تمام إن إحنا نسيب ده كده ونسيب الناس تمام تقعد 3-4 ساعات في التقمير 5 ساعات ومصالح هتنتهي ده حلول مكلفة صعيحة لكن في النهاية هي حلة مسألة في الحرجة والمتاقة دي بالكبد بس كده صور إن إحنا مهتمين فقط في شرق القاهرة يعني شرق القاهرة وغرب القاهرة وكل مجال محتاج مهد قادي نبنية بس حالة كنت جيدة